السلام عليكم بأقل من خمسين جنيها نقيب الفلاحين يكشف بالخطوات طريقة زراعة البن في المنزل قال نقيب الفلاحين حسين أبو صدام إنه يمكن لأصحاب المنازل الكبيرة زراعة أشجار البن في الحدائق الملحقة بها مشيرا إلى أن التجربة سبق تنفيذها في الإسماعيلية والقناطر في القليوبية وأضاف للمصري اليوم نقيب الفلاحين أن البداية بشرائش ثلاب من المركز القومي للبحوث وهي متوفرة وسعرها لا يتخطى 30 أو 40 جنيها تقريبا داخل المركز القومي للبحوث الزراعيات وأشار إلى أن الخطوات التالية تتمثل في توفير بيئات مناسبة متمثلة في دراجة حرارة عالية والرطوبة شديدة في صوب زراعيات داخل الحديقة الملحقة في المنزل ثم مراعاته بالتسميد وقال إن التجربة تحتاج تقريبا من عامين لثلاثة أعوام لبدء طرح الحصاب من شجار البني مهما توفرت لها ظروف مشيرا في الوقت نفسه لصعوبة التجربة خاصة مع البيئات المصريات غير الحاضنة لزراعة البني وهو أمر طبيعي وقال إنه من أهم العقبات في زراعة البني في مصر مرحلة التحميس والطحن والتي لا نمتلك فيها خبرة كبيرة داخل مصر ومن ثم أغلب التجارب السابقة لم تكلل بالنجاح أو أن تجدقها ومذاقها مختلف عن المعتاد وقال رئيس مركز البحوث الزراعيات الدكتور عادل نلح العظيم إن المركز نفذ عدة تجارة بحثيات لزراعة البني لكنها لم تحقق النتائج المرجوة بسبب عدم تكييف الزراعة البنمة البيئة والمناخ المصري وأضاف أن ظروف المناخية الحالية ساهمت في إنتاج أشجار بن ونجاح تجربة بحثيات مصريات خلال الأوينة الأخيرة أدت إلى إعطاء أمل في التوصل لنتائج جديدة جدير بالذكر انفردت المصري اليوم يوم الجمعة قبل الموضف تقرير للزميل متولي سالم عن نجاح أول تجربة لزراعة البني في مصر وها هنا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أرجو أن يكون قد نال إعجابكم